لو كنتم جايين عشان النكتة بتاعت المقدمة فالحلقة دي مفيهاش نكت ولو كنتم جايين عشان جلاس فجلاس منزلش اه بس مش معنى كده النكت تقفلوا الحلقة يعني فيه ترشحات وحاجات حلوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ برعاية كوكدور وترشحات افلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الاسبوع الثاني من يناير 2019 ويلا بينا نخش في الترشحات على طول ترشحنا السينمائي الاول حيروح لفيلم الضيف من بطولة خالد الصوي وشرين واحمد مالك وجميل عوض من تأليف ابراهيم عيسى ومن اخراج هادي الباجوري انا عارف ان سوابقي مع افلام ابراهيم عيسى مش لطيفة قوي من بعد مولانا بس الفيلم ده بالتحديد مثير للاهتمام جدا حسب ما نفاهم من التريلر الفيلم ده بينتمي لنوعية الحوار المطول والمكان الواحد حاجة كده زي ده سانسيت ليمتد او كارنيج حتى شوفوا البوسترات كده؟ تشابه بريء مش قصدي اي حاجة خالص يعني وان شاء الله مراجعة فيلم الضيف هتكون بعد مراجعة فيلم ده سيسترز برودرز اللي انا عارف اننا متأخر فيها شوية معلش اما ترشحنا التاني فحيروح لفيلم فوكس لاكس من بطولة ناتالي بورتمان الفيلم بيحكي عن نجمة بوب عالمية وهي بتستعد الحفلة كبيرة وبتفتكر قبلها لحظات مهمة في حياتها اللي انطلقت اصلا من حادثها عنيفة تريلر الفيلم حلوة جدا وتحس انها اصدى تبرو سبورتمان كمنافس كبير على الاوسكار خصوصا بعد ما خدت كتف قانوني في ترشحات الجولدن جلوب وده ما كانش شيء متوقع فوكس لاكس مسجل 59% بس على روتين توميتوس وامكانية مراجعته على القناة متوقفة على اولوية الافلام اللي حتتعرض في الاسابيع اللي جاية والصراحة هو ده كل اللي موجود في ترشحات السينما في افلام تانية اكيد بس مفيش اسباب كافية تخليني ارشحها لحضراتكم بس للامانة العلمية يعني ادي اللي موجود فيلم اسمه كولد سكن لا فكرته ولا بوستره خلوني عاوز اشوف التريلر بتاعته اصلا فيلم اسمه ميا ان دوايت لاين شكله فيلم عائلي ممكن يكون دمه خفيف بس برضو انا عن نفسي مش مهتمة اشوفه خالص هولمزان واتسن بتاع ويلفرل ودجون سي رايلي اللي بينافس حاليا على لقب اسوأ فيلم في التاريخ والقراء عليه كلها سلبية سواء جماهريا او نقديا فيلم مالفولنت اللي يبدو من التريلر بتاعته انه محاولة تقليد لسلسلة دا كونجورينج اللي هي اصلا خيشت في فيلم دا نان وعندنا ساعة رضا اللي فكرته مكررة بس ممكن يطلع منه ضحك بوجود فتح وصروت ولكن التريلر بتاعته فصيلة جدا تبقى خسارة كبيرة لو اكتشفنا بعد كده انه كان فيلم حالو بس التريلر كانت السبب في ان الناس متدخلوش ترشحنا المنزلي الاول حيروح لفيلم افتكارتو وانا بحضر لمراجعة 122 وبستعيد الافلام المميزة اللي احداثها بتدور في ليلة واحدة وهو فيلم 25th Hour افضل افلام سبايت ليف رأيه 25th Hour من بطولة ادوارد نورتون وفيليب سيمور هوفمن اللي لمحض الصدفة ليه فيلم تاني في الترشحات الاحداث بتدور عن تاجر مخدرات بيرتب اموره في الـ 24 ساعة الاخيرة قبل ما يدخل السجن اروع حاجة في الفيلم ده هي سهولة انك كمشاهد تحط نفسك مكان البطل وتحس بكل حاجة هو بيمر بيها وفيه مشهد قرب النهاية ما بين ادوارد نورتون وباري بيبر من الحاجات اللي بتتحفر في الذهن كده من هول الصدمة الترشيح التاني حيروح للفيلم اللي جبنا سيرته واحنا بنتكلم عن فيلم الضيف وهو فيلم كارنيج كارنيج من اخراج رومان بولانسكي ومن بطولة كيت وينسلت وجودي فوستر وكريستوف وولس وجون سيرايلي الفيلم زي ما قلنا بيدور في مكان واحد وهو منزل زوجين ابنهم بيتعرض للاعتداء من زميل ليه اللي اهله بيروحوا يزوروهم عشان يحلوا الموضوع وديا ولكن الحوار المتحضر اللي بيبتدوا بيه سريعا بيقلب فوضى اجتماعية وعاطفية بفعل الكحول وتصاعد الحوار ما بينهم ممكن ما يكونش من افضل الافلام في نوعية الفصل الواحد دي بس تمتيل رباعي البطولة رائع وكونهم رباعي اصلا مش تنائي بيخلق درجة تنوع لطيفة الترشيح التالت هو الظهور التاني لفيلب سيمور هوفمان في حلقتنا النهاردة وهو فيلم Before the Devil knows your dead الفيلم من انتاج 2007 وهو اخر فيلم من اخراج العظيم الرائع سيدني ليمي وبيشارك هوفمان البطولة ايثن هوك والبرت فينيو ومايكل شانن الفيلم سودوي شويتين ومليان احداث يعني مش عارف اشرحها لكم ازاي بس ده حقيقي الفيلم ده في حاجات كتير بتحصل والحاجات دي كلها بتنطلق من خدعة شيطانية بيقوم بيها اتنين اخوات بتحصل فيها غلطة صغيرة قوي بتؤدي العواقب كارثية كمان مرة الفيلم ده متميز جدا على مستوى التمثيل وخصوصا من الراحل فيليب سيمور هوفمان للمفاجأة بقى مايكل شانن اللي كان معنا في الترشيح الثالث هيبقاله ظهور تانية هو كمان في الترشيح الرابع وفيلم 99 هومز بس بما انه في 2007 كان بيعمل دور صغير في فيلم مهم ففي 2014 بيقوم بدور البطولة بالاشتراك مع اندرو جارفيلد ما هي الحياة كده بتعمل ادوار صغيرة وبتستعبد فيها امكانياتك فبتكبر مش الادوار الصغيرة دي ياخدوها ضيوف شرف وانت تروح تشد بدرة 99 هومز فيلم رائع ومهم وتقيل ومؤلم لدرجة تصنيفه عندي ضمن الافلام الحلوة اللي ما حبش اشوفها مرة تانية ده اللي قلته على تويتر ساعة لما شفت الفيلم الاول مرة ومن ساعتها شفت بتاع 3 مرات تقريبا اما ترشحنا المنزل الاخير فبعد السواد اللي شفناه في الحلقة دي كان لازم يبقى كوميدي وحيروح لفيلم I love you to death الفيلم من انتاج 1990 ومن بطولة كيفن كلاين في دور رجل متعدد العلاقات النسائية لغاية لما امراته بتكتشفه بتقرر تقتله انا فاكر ان كان فيه اختلاف ما بيني وما بين اصحابي لما شفنا الفيلم ده زمان سنة 1990 هما كانوا شايفين انه فيلم عادي وانا كنت شايف انه يهلك من الضحك بس كلنا اتفقنا ان بمجرد ظهور وليام هيرت وكيانو ريفز الموضوع بيقلب مسخرة لدرجة يصعب معها الامتناع عن الضحك ريفز وهيرت ليهم ظهور شرفي في الفيلم ولكنه متوظف صح ومفاجئ فعلا وده اللي خلاه حقيقي بيدحك يا رب نتعلم ده كده كل اللي عندي في ترشحات الأسبوع ده اتمنى انها تنال اعجاب حضراتكم ويريد تسهموا في التعليقات بالأفلام الحلوة اللي شفتوها الأسبوع اللي فات حتى تعم الفائدة وتنتشر السعادة وتبتعد الإصابات عن لعبي الأهلي ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك و تويتر وبي باي